السلام عليكم وياه لا فيكم في فيديو جيل وفيديو اليوم رح يكون معنا يا جماعة لعبة جيتي إيسان أندرس في فيديو اليوم رح يكون معنا خمس مودات أسطورية أو ستة صراحة ما بعرف مودات أسطورية تابع الفيديو للأخير إذا مش مشترك اشترك وحط لايك للفيديو وكتب كومنت حلو مثلك تحت في التعليقات بلنا أسر رح نبلش في المقطع يا أسطورة بلشنا يدي معنا بالمقطع رح يكون معنا أول مود هو مود حرب الدجاج رح تقول لي كيف خليك معاي بالفيديو طبعا اقول مود مش بعيد منه هوني قريب مني مود حرب الدجاج عبارة عن دجاجتين وفيتات في بعض فمثل ما ما توا شايفين أولولولولولول والله مولعة سالميئ صوت تشجيعاتهم صف صف السيارة انزل شاو هذا شو هاي دي كرومي هذا مالة مولعة ماحام شايفين كيف الراىب أعطيه واعد هيتشوت أيوه خلتشوف منفوز والله ذول بشجعوا تطلعوا تطلعوا حتى شرطة شوفوا شرطة يزم يلا وعده يتشد كفو عليك مات ايوه طبعا شو مستفيد انا مش عارف تعالوا خليني اوريكم طبعا اذا انتو فايتيني ببعض بكوس انا بداخل الاسلحة معاي تعرفوا كيف؟ هيك ابلع ابلع ولا المهم خليني ايسا نروح ان انت اقلل المود الثاني يا اسطير والمود الثاني يا جماعة هو مود الدراجة الطائرة خليني نكتب حرف ام ونستدعيها بسم الله استدعي والا لا 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 شوفوا يا جماعة هاي هي مود الدراجة الطائرة طبعا اسطورية لكن ما راح تطير راح تيجي علي و تقول ليش ما راح تطير انا بيقول لك يفرح تطير اول شي لازم نروح على مكان في مي او ننزل على البحر من بعد ما نروح لغاد خليني اورجيكم ايش اللي راح يصير يا جماعة مثل ما انتو شايفين وصلنا هذا البحر انا راح اننزل من الدراجة وخليها تروح تمام ايوه شوف واسا شو راح يسوي راح خليها تطير حسا منستدعي الدراجة بالبحر شايفين كيف صارت الطير صراحة انا قلتش او ما قلتش او الدراجة ما بعرف شو مالها بس الموميك بالطير الا بالبحر فمثل ما انتو شايفين يعني طاريتها مش بزيادة لكن حلوة مسلية تعالوا خلينا نجرب من دعس الناس تعال اوف اخذوا را الفين دولار شو اللي اخذوا اعطوني الفين دولار طبعا المود الاول احلى من هذا المود خلينا نروح ونجربها على ما بتطيحة هاي الدراجة بسم الله خلينا نجربه عن ماب لطيحة انظل ايوه ايوا يا جماعة كالعادة اذا فوزنا الاشتراك واخذ شوف بيتفوز ولا لا ياللا يالالي بسم الله بسم الله 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 française ولا طاره أجت اجت اجت portrayنا نروح وننتقل للمود الثاني مود الثالث مود ثاني الله يا جماعة وصلنا للمود الثالث مود الثالث راح يكون معنا مود مختلفها م 很 machtiftive لكن او مضحك يعني مود تكبير راس tj او جميع نواع اللعبين كيف اي Вاشياته ً يعني انا مش فاهم انا الرأس اكبر من الديسن طلعوا طلعوا كيف روصهم بسم الله شوف هذا كيف راسه راسه مفجر مطعود مش عارف كيف ايش هذا طيب شوف النودات هذا مطلع تفاصيل الوجه كلها خليني اروح مكانه وارجيكم وين حروح يا جماعة وانا رايح على المكان اطلع اطلعوا لقيتها يا العصابة شايفين طلع اطلعوا عصابة غروف ستريت يا حبيبي انتوا ايش بتسوون شوفوا روصهم روصهم اكبر من حياتي ايش هذا وجهة طلع طلعوا هاد لسه لسه شوفوا شوفوا هاي البنت وارا يا راسه فيه قليتش خلينا روح نكمل المكان بسم الله يا جماعة وصلنا لهذا المكان شايفينوا هاد هو المكان اللي انا بدي جاء له الكازينو طبعا انا مش متخيل كيف اشكالهم جوا بالكازينو لكن خلو تقولوا شوفوا كيف راسي الكاشير كل هذا كاشير مش عارف كيف اطلع طلع مش عارف كيف اصوب عليهم زم راسك سي جي والله كبير زم انت حبيبي شو قصتك شو حي شو قصتك انت شو اللي حاشرك شوف كيف وجهه تعال خلنا وريك اذا انت بتطخ انا بطخ زيه طلعوا هاد شاكوري ابلع ايوه سهلة لتشوت تيك اصلا علي يعني سهلتوا علي الضرب هاد قادي اطخ من بعيد يلا بلع بلع حبيبي واي ما شاء الله من قدمه وراسك كبير مش مبين ابلعي ام طولي معك وخلص خلنا نحرق المكان ابلعوا ايوه هيك حرق موت المم خلينا نروح وننتقل للمود الرابع يا جماعة المود الرابع اللي رح اكون معنا تغيير شكل الخريطة خلينا افوت عشار خليطة وأرجكم هنا طبع الاخريطة رح تصير شكله احلى بكثير من اول مثل ما انتوا شايفين طبعا ما رح تلاحظوها كثير لكن انو الخريطة صحت شكل احسن افضل باللعبة يعني واقعية اكثر وليقول نتصارت واقعية ادق شو وهضغوا المود الرابع خلينا نروح وننتقل للمود الخامس المود الخامس اللي معنا يا جماعة مود الترند التابوت الكل يعرف هذا الترند الذي يطلع مرة على هذه الشغلات فهذا سوف أرجعكم إياه أنا سأكتل حالي بالأول مثل ما انتم ترون أيها فجر حالي أكثر من مرة سأعيدها لحد ما أموت مثل ما انتم ترون دمي قليلا يجبني سيارة فجر حالي فيها يجب أن تفجرني يا زلامة حل اف موتت جاهزين؟ شوفوا ما سيحدث أيها المود طلع ليس حاطة المود ليس مركبه أوكي جماعة رجعت لكم بعد التعديل المود هذا نفسه اللي حكينا عن نوترند المود خلنا نرجع نفجر حانا من أول وجديد يلا يلا قربنا قربنا ما ظل شي تعال تعفجرني حلو شايفين كيف؟ طبعا شلت الأغنية لأنه حقوق طبعه نشير يعني ما بزبط أحط الأغنية انتم فهمين عليك بس المهم يعني مود حلو لما تكونوا مركب المود راح تسمع الأغنية قسا يا جماعة من نجي دا المودي الأخير وهو المودي اللي راح يزم الكل مود جدا جدا أسطوري وهذا أكثر مود عجبني تابع الفيديو مثل ما انتم شايفين يا جماعة وصلنا لبيت سي جاي الجديد أنا غيرت منظر بيت سي جاي كله 360 درجة صار بيت أسطوري وبيت أكثر واقعية لكن فيه جلتشات كثير يعني صار بدل كراج كراجين لكن ما قدر أفتح لأثنين إلا واحد والقديم طبعا هو بيت أسطوري لو جينا لفنا من ورا وظلنا ما شيء لقوا الدام ما رهل لا قيجي خلاص غناللف ونرجع لفنا ورجعنا مثل ما انتم شايفين 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 اللي جلتشات الموجودة بالبيت لكنه البيت أسطوري خليني أجرب أدخل عليه ونشوف إذا نفس الأغراض ولا لا تغير من جوه لا تغير من جوه ولا إشي هو نفسه نفسه لكن البيت من بارك كشيكل يتغير بس هاي هي اللي كانت الخمس مودات أو الست مودات اللي معنا في اليوم وهكا بكون انتهى الفيديو فيديو أسطوري مثلكم يا أسطير إذا عجبك لايك للمقطع واشترك في القناة نوصل لعشر تلاف مشترك بأقربك رابط موقع التواصل الاجتماعي رح تلاقوه على الشاشة لاتس جو